يعني هو لم يكن يتوقع هذه الإدارة الرشيدة من الدولة المصرية لكل هذه المحاولات لتوتير الأوضاع هو لم يكن يتوقع هذه الاستراتيجية المصرية في التعامل والتركيز على سردية مغيرة تفضح ممارساته تركز على المبادئ الأخلاقية والمبادئ الإنسانية في القانون الدولي والعلاقات الدولية تركز على حق الشعب الفلسطيني في التمتع بكامل حقوق وفقا لمقررات الشرعية الدولية تركز على أهمية العودة لاتفاقيات أصل ومدريد تركز على المبادرة العربية للسلام وما كانش متوقع أن الدولة المصرية تأخذ من الخطوات منذ اللحظة الأولى اللي أفسدت بيها كثير من مخططاته من اللحظة الأولى أنت عمدت إلى ضرب روايته ضربت روايته من خلال ثلاث مستويات المستوى الرئاسي الاتصالات التي قام بها السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي مع كل زعماء العالم لفتح هذه الممارسات التي تصل إلى حد الجريمة بالفعل المستوى الثاني أنك كنت بتتكلم على دور مؤسسات الدولة المسؤولة عن الاشتباك مع هذا الملف سواء وزارة الخارجية أو الأجهزة السيادية المنوط بها التعامل مع هذا الملف المستوى الثالث الإعلام بتاعك وإزاي أنت قدرت تجبر العالم على الاستماع إلى صوت مختلف والإعلام هنا بقى فيه الإعلام التقليدي اللي إحنا عاديين فيه الأجواء التقليدية اللي إحنا عاديين فيها وفيه الإعلام الجديد اللي بقى موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي ودور اليوتيوبرز المصريين في الهجوم لأول مرة أنت بقيت تاخد في مواقع الإعلام دور الهجوم وليس دور الدفاع بتهاجم بمعلومات وحقائق في برامجك بتهاجم بنفس الإسلوب اللي هم بيشتغلوا بيه على مواقع التواصل الاجتماعي ما بقتش لأول مرة رد فاعل لسلوكياته طيب المنظومة دي اللي اشتغلت بها الدولة المصرية قتت سمارها قتت سمارها انت بقى عندك على الأرض مؤتمر القاهرة للسلام انت بقى عندك قمة السلام العربية الإسلامية انت بقى عندك لجنة وزرية مشكلة تتابعا كثب تطورات الأوضاع وتحاول أن تضغط في أرواحة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بهدف استصدار قرارات تمكن الشعب الفلسطيني من التمتع بالحدود الدنيا يعني انت كل اللي بتطمح لي حتى هذه اللحظة انك انت تقول طب نوقف ونعمل هدنة إنسانية تانية بعد ما انتهت الهدنة الأولى انت بتحاول تضغط علشان توصل لهدنة إنسانية تانية طبعا النواية المخلصة لأطراف الفاعلة في هذه الأزمة مصر، قطر، تركيا بحكم اشتباكهم الدائم مع هذا الملف بحكم تواجد قطاعات من قادة حركات المقاومة الفلسطينية على أراضي هذه الدول الأخرى وانت باعتبارك الطرف الرئيس الذي يحتضن كافة أبعاد هذه القضية صحيح انت بيميز الدولة المصرية قدرتها على الاتصال على المستوى الرسمي وعلى المستوى غير الرسمي يعني مستوى الرسمي سواء مع الحكومة الفلسطينية أو مع حكومة الاحتلال أو مع قادة العالم المعنيين بهذا الملف الراصد الدقيق انت بتتكلم على حوالي 170-180 اتصال تقريبا 170-180 اتصال تلقاهم وأجرهم الرئيس عفتاح السيسي بتتكلم عن لغاية الأربع اللي فات مشاركة للسيد الوزير سامح شكري في اجتماعات الجمعية العامة الأمم المتحدة ومرافقا للوفد الوزاري المشكل عن القمة العربية الإسلامية طيب هل مصر اقتصر دورها على كده؟ لا استبقوا لقاءة صنائية عقدها وزير خارجية المصري مع ممثل الكونجرس الأمريكي المعنيين بهذه القضايا سواء المعنيين بملف المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني المعنيين بملف العلاقات في الشرق الأوسط المعنيين بالأمن القومي الأمريكي انت هدفك كله أن توصل الرسالة واضحة اللي حضرك بتتكلم فيه في منتهى الدقة الأمر يتعدى حدود حرب تقليدية إنما هي حرب يمكن أن تتخذ أبعاد أخرى مع تدخل أطراف إقليمية تانية في هذا الصراع بما يهدد بإشعال الإقليم بالكامل طب الرؤية دي كانت مين اللي ترحها منذ البداية؟ كانت الدولة مصرية ترجمة نانسي قنقر